السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الخميس واحد آب غوستوس القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح ينتقل لبرج السرطان الساعة ثلاثة وتسعتاشر دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش ورح يظل القمر موجود في برج السرطان لغاية الساعة 11 وتسع دقائق من يوم السبت يعني تقريبا صباح يوم السبت أو ظهر يوم السبت بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3 وتسع دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعديها لمنزلة النثرة طبعا منزلة الذراع جيدة وصالحة لكل شيء منزلة النثرة هي المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج بما أن القمر لغاية ساعات الفجر موجود في برج الجوزة معناته بظل في نشاط عنا ولكن بظل في عنا تقلب بالمزاج والأفعال والأقوال برضو بيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال وعلينا إكمال اتصالاتنا وأعمالنا في هذا الوقت لغاية ساعات الفجر بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع السلبية بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 2.46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسببنا نوع من أنواع الاكتئاب وبرضو بتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 2.46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 3.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة 3.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في برج السرطان عشان هيك خلال هذا اليوم أو خلال النهار منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط من حاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبانا ولا أطفالنا ومن ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى ممكن البعض هيك تراودوا بعض الذكريات تجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي وإحنا منكون بالفترة هاي بحاجة للمزيد من الاهتمام ومراقبة صحتنا وخصوصا لأشخاص اللي بيعملوا دايت لأن الشهية بتكون مفتوحة للأكل والشرب فعشان هيك المراقبة مطلوبة يجب أن نتجنب في هاي الفترة انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها ويمكنها شراء أو استئجار أو بيع عقار مثلاً أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و43 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير عندنا ثقة بالنفس أكثر وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نبادر بعمليات جراحية كبرى لإلها من الآن وحتى ساعات الصباح طبعاً عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي والنبيب الشعب الهوائي والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية المعدة والكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي الغشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة وغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيغلف الأمعاء أو جدار البطن الداخلي اللي بيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم طبعا أما هاي العضاء اللي ذكرناها الآن ما بنصح بإجراء العمليات الجراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن الجراحة طبعا دون تكميم المعدة لأنه الفترة هاي المعدة أكثر حساسية وأيضا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقم مستقر في برج السرطان خلال هذا اليوم طبعا خلو المسار الجدول كامل خلو المسار وأيضا أفضل الأيام وسعودة ونحوست الأيام ومقوث القمر خلال فترة شهر آب أغسطس موجودة صارت في صندوق الوصف من يومين أو ثلاث ولكن حبيت أنبه طبعا القمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم السب بيبدأ الساعة 10.31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر لغاية الساعة 11.9 دقائق صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال طبعا اليوم هو 27 قمريا والساعة 12 منتصف الليل نهاية اليوم بيصير نسبة الإضاءة 7% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية سعيد بنسبة 45% القمر في الجوزاء ورح ينتقل للسرطان زي ما ذكرنا ورح يظل موجود بالسرطان حتى يوم الثلاثة ثمانية سعيد الآن بنسبة 15% ساعات الصباح سعيد بنسبة 5% ساعات العصر سعيد بنسبة 30% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 45% عطارد في العذراء حتى يوم 5 ثمانية سعيد بنسبة 5% الزهرة في الأسد حتى يوم 5 ثمانية منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدالوب يتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بتظلوا نشطين في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبتكون أفكاركم نشطة أو هاي فترة مناسبة للتواصل المثمر مع المحيط حاولونك تتكلموا بوضوح ما في داعي للانفعال أما من ساعات الصباح وما بعد بتتركز جهودكم حول شؤونكم البيتية والعائلية ممكن يكون في حدث معين أطار أو عطل منزلي يطلب منك الاهتمام أو مناسبة معينة الأجواء العائلية شوي ممكن يكون فيها بعض الاضطراب لغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتستقر الأجواء إن شاء الله برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتتركز جهودكم من الآن وحتى ساعات الصباح نحو ضبط شؤونكم المالية رغم عدم وجود بعض المآزق المالية إلا إنه تكون تحذروا من النصابين والمحتالين رغم إنه برضو ما في وجود فرصة مؤاتية للمكاسب من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن بتكون أيضا تتجنبوا شراء حاجية ثمينة أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا في مجال السفر تنقلات، الاتصالات، الحوارات، النقاشات، الامتحانات والدراسة وبرضو اليوم عندكم سرعة بديها عالية وبتنشطوا بتحركاتكم أو زياراتكم واللقاءات العاطفية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنتو اليوم برضو من الآن وحتى ساعات الصباح بتظلوا ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم وبرضو شعبيتكم بتكون بتصاعد أكثر ممكن تفرح لانفراج مهم أو شخصي أو عاطفي أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أو بتتركز جهودكم نحو ضبط شؤونكم المالية رغم عدم وجود فرصة لمكسب مالي لأن النفقات بتتصاعد خلال هذا اليوم فاتجنبوا شراء حاجية ثمينة منكم أشخاص ممكن يبادروا لا تسوي مالية أو يعيشوا فترة امتحان تتعلق بالوضع المالي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فبظلوا بتشعروا بالتعب بنال منكم حاولوا فقط إيجاد ما هو ضروري وعاجل من العمل وإخلدوا للراحة واتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة لأنها ما زالت فترة مخيبة للآمال واللي بتشعر فيه من تعب وتراجع فالصحة هان بيزول كل ما اقتربنا لساعات الصباح فبتمتلوا نشاط وحيوية وبصير عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإن جاز حصة الأسد منه شعبيتكم بتكون في تصاعد وممكن تفرح لانفراج مهم شخصي أو عاطفي وبرضو بإمكانك أنك تركز على الأمور المالية أيضا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الناشاط الاجتماعي بظل من الآن وحتى ساعة الصباح ولكن بدأ الضغط يبدأ أكثر فأكثر لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور مناسبة سعيدة باستطاعتكم الاتكال على أحدهم في سبيل إنجاح مسئولية أو عمل ما أما من ساعات الصباح طبعا تشعروا بالتعب بنال منكم حاولوا فقط إنجاز ما هو ضروري وعاجل من العمل اخلدوا للراحة اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة لأنها فترة مخيبة للآمال وحاول قدر الإمكان تبعد عن المشاكل بالفترة القادمة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة بتكثر المسؤولية وبتشعر ببعض الاضطراب فعشان هيك بتعيش فترة امتحان وضغط في حياتك اليومية فما تكون مهمل وما تشوه سمعتك من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وباستطاعتكم الاعتماد على أحد المعارف في سبيل إنجاح مسؤولية أو عمل ما حاول إنك مات ماطل خلال هذا اليوم ثابر وإعمل بجدية لتحقيق النجاح برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيظل النشاط بالسفر والاتصالات البعيدة هو المسيطر على الوضع واللي بدي يتقدم لامتحانة ومقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود رغم منها فترة واعدة وغنية رومانسية أيضا وناجحة للترويج لعمل أو تعاطف مع الأهل أما من ساعات الصباح وما بعد بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة رغم منها رح تكثر المسؤوليات وتشعروا ببعض الاضطراب أو بعض التوتر سهل جدا استفزازك خلال هذا اليوم حاول ضبط الأعصاب حاول برضو ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن وحتى ساعة الصباح والأموال المشتركة هي الأموال اللي معك شريك فيها بنك ضريبة تأمين قروض أشياء من هذا القبيل من جهة أما فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي قطوة مالية جديدة من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ومنكم أشخاص ممكن يتقدم لامتحان أو مقابلة هاي فترة واعدة وغنية ورومانسية لا برضو ممتازة جدا للترويج لعمل أو لسلعة معينة وناجحة أيضا وبرضو بيكون في نوع من أنواع التعاطف مع المحيط أو مع الأحبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا رح يظل اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم شراكات المالية والعاطفية وعلاقاتكم مع الأزواج من الآن وحتى ساعات الصباح وضل فترة مناسب للقيام بعمل مشترك ولكن يجب الحذر عند توقيع أي عقد أو الالتزام اتجاه الطرف الآخر أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة أخرى برضو في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو حل مسألة تتعلق ببنك أو ضريبة أو تأمين أو مطالبة بحقوق ولكن برضو بدك تحضر خلال هذا اليوم من أي خطوة مالية جديدة واضف تركيزك كامل اليوم يعني لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح برج الجديد من نسبة لموليد برج الجديد طبعا العمل رح يظل يتراكم عندكم لغاية ساعة الصباح وبرضو ما تنسوا أن القمر بيتجه لمقابلتكم فعشان هيك تجدوا أنه بدأ العمل يتراكم أكثر من المعتاد ورغم أنه عندكم قدرة على إنجاز بعض الأعمال ولكن حاولكم ما تدخلوا بأي جدال أو صدام مع زملاكم بالعمل نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصد كافي من الراحة من حين لآخر وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم أما من ساعات الصباح وما بعد بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم شراكات المالية والعاطفية وبصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل مشترك ولكن يجب الحذر عند التوقيع على أي عقد أو الالتزام اتجاه الطرف الآخر اليوم بيصعب التفاهم معك لأن طاقتك ضعيفة ربما تتسرع بإطلاق كلام في غير مكانه فحاول أنك تراقب كلامك وعصبيات برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو بتزداد رغبتكم للتقرب من الأحبة إن كان الأبناء أو الحبيب وتعزيز العلاقة معهم طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح في بعض الحضوض ولكن ما تعتمد عليها كثير مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية أو لا تلطيف الأجواء والمصالحات ولكن فرض الرأي على الأحبة بسبب نوع من أنواع الخلافات من ساعات الصباح وما بعد بيتراكم العمل لديكم دون قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم وحاولوا تركز على الأعمال المهمة والضرورية قبل الانتقال لأعمال آخر نظموا جدول غذاكم وخذوا قصد كافي من الراحة وحاضروا الجدل مع المعاونين وما تهملوا صحتكم نهايا برج الحود بالنسبة لما وليد برج الحود طبعا بتتركز جهودكم حول ضبط مصالحكم البيتية والعائلية وبتميلوا للتقارب من أفراد العائلة والتعاون معاهم من الآن وحتى ساعات الصباح رغم أنك بتعيش لحظات فيها يعني تفاقد للحظوظ أو الفرص وممكن تعاني من مشاكل الشخصية أو تسيطر عليك الهموم والأفكار السوداء فعشان هيك دير بالك من ساعات الصباح وما بعد هنا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم أو الحبيب المنشود وتعزيز العلاقة معهم وتكون الحظوظ قوية كما إنها فترة مناسبة للاجتماعات إن كان مهنية أو عائلية أو عاطفية أو لا تلطيف الأجواء والمصالحات خلال هذا اليوم وبرضو بإمكانك ممارسة هواية أو تدعيم العلاقات مع الأبناء هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر